احنا طول الوقت المشاكل السنين اللي فتت عن الحب ومشاكله الحب ومشاكله وأنا بحبه وأنا معرفش إيه وهو ما بحبني شوية لا دي غيورة جدا لا لا دي مجنونة لا لا دي بتحبيني حب غريب لكن بقى سابوا أهم حاجة في الحكاية أهم حاجة في الحب عموما السند أنا كست مشاكل طول الوقت أن أنا مش حاسة أن جوزي ده سند لي أو حاسة نفسي العكس أنا سند ليه قوي يعني أنا مسنده جداً في داره وهو مش سند ليه فعايزين نعرف الناس أن السند ده أهم من الحب هو أنا بقى ليه مدخلة مهمة هنا هو أصلاً المرال احنا قلنا الاتفاق الهدف اللي كان مقصود بي المسلسل المعنى اللي احنا قلناه زيادة عليه حاجة أنا كتشغلاني جداً حقيقة الطفرة اللي انتشرت في سوشيال ميديا ما عرفش إذا كانت عشوائية ولا بشكل ممنهج بس واضح أن مقصود منها أن أنا زي ما بيقولوا كده أضرب مفك في العلاقة الزوجية أو في العلاقات كلها العلاقة الأسرية عموماً خصوصاً بدل رجل والستة طبعاً أب صراحة وتدخلنا في مفهوم الحب بزيادة قوي في حتة وبعدين ظهرت بقى بناء عليها الزوار بتاع الانديبندنت الانديبندنت وومن والسنجلة جانتالة وإن أنا ما عرفش إيه بالضبط ورجالة ليهم إيه وعليهم إيه والستة طبعاً الجزء دي خطيرة جداً حتى لو اتقالت على سبيل الفن لأنها فعلاً قدت لكوارث دي حق واضحة قدامنا فإعنا قلنا قلت يعني دي فرصة وأنا بقدم العمل أسري اجتماعي وفي الزوج والزوجة موجودين والأبناء كلهم بنات بالمناسبة وعشان القضاء دي الأكثر إصارة بتهم البنات أكتر فإحنا في عمق الحتة دي فندعمها بقى أكتر ونقول إيه أو نطرح بشكل ثلاث إيه الفرق بين الحب اللي هم كلمة عنهم وبين السند وبين العشرة إلى آخره أنا شخصياً مش شايف إن فيه فرق بين الحب وبين السند هو الناس اللي فرقت ده هو الحكاية إن الحب نفسه بمفهومه الإنساني بتاعنا الأفلاطوني يعني هو مراحل في مرحلة المراحقة له شكل في مرحلة الشباب قبل الزواج له شكل وفي مرحلة الزواج له شكل تاني أتموهم وأكملهم على الإطلاق بعد في الزواج اللي هو ما بيبقاش حب بس بقى يعني اللي هو المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر عنه في الكتابه الكريم يعني وقال وجعل بينكم مودة ورحمة هو ما قالش ما جعل بينكم حب بالعكس ده هو لما زكر الحب زكروا في العلاقة اللي هي فيها مشاكل بتاع سيدنا يوسف مثلا وزوليخ لما قال اللي قد شغفها حباً يعني الحب بيجيب مشاكل لا يعني بيقوم قدس العلاقة باسم الحب قدسها باسم المودة والرحمة والسكن والسكن ده هو الدع اللي حب الكلام أو المودة والرحمة ما هي المشكلة فعلاً إن سوشيال ميديا خليتنا محترين جنينتنا يعني فجأة الستة تصحى الصبح ممكن تكون على مشكلة بسيطة مثلاً مع الجوزة تلاقي مثلاً السند ما بيعش معاك تفاصيلك ما بيعرفش إيه ما بيروحش معاك فين ما بيحسش بيكي يبقى لازم تمشي يبقى لازم تطلقي بالظبط يبقى لازم معرفش إيه فإيه ده تحس إن فيه تجاه ممنهجة أنا زيك أنا حساها ممنهجة ممنهجة يعني أهو فيه حاجة خطة كده جاية إن هي تفاركش كل البيوت المتجاوزين مليون في المية آه يعني يعني يفيش مش هنخلي بيت متجاوز الأسرة هو كل حاجة حتى العلماء كانوا يفسروا يقولوا كل الكائن حي أو جمائد في الدنيا مكوى من خلايا أيه الخلية هي الأصل في أي حاجة في الدنيا خلية المجتمع كله الأسرة فعلاً لو الأسرة صح أضرب في الأسرة ث console أو اللي اللي تلعب عليه في الحتة بيتلعب على مشاعر الـ الزاتية يعني أحسا السبزاتها كبرياءها كرامتها كل المساء convergent رغم إنها لا تتعرض إطلاقاً مع فكرة السند مع الزوج أو الحب أو السكن بالعكس ؟